استاذ ناصر من كفر الشيخ تفضل زكا مولان عليكم السلام عليها תفضل استاذ ناصر الزكا مولان الله يصلح przewag معلش انه ما اقلش انه اخرطهم في البنك وبقوله في ناس بتقول لحلام وفي النس بقول لحلال فانو قلت اسال خبرتك اتأكد من خبرتك على رأس حق الناصر بوصي حق الناصر الفلوس انت لما توضع المال في البنك انت مش بتقرض البنك اولا خلينا بس نبتدي كده اداع المال في البنك حلال إداع المال في البنك حلال وبالعكس إداع المال في البنك هيحفظ الأموال من الضياع وإداع المال في البنك ده نوع من أنواع الاستثمار الحلال اللي الإنسان فيه المال اللي يعود عليه ده نوع من أنواع الكسب الحلال طيب أنا لما بحط فلوسي في البنك أنا قصد إيه؟ قصد الربح يبقى بدلاً نقصد الربح يبقى البنك الدهات لا يمكن يكون إيه؟ لا يمكن يكون قرض يبقى ما ينفعش نطبق عليه قعدة كله قرض نجرى نفعاً فواربة يبقى هو مش قرد يبقى دوات كمان مش هينفع يكون دوات ايه العائد اللي عليه نسميه فوائد لا العائد اللي عليه دوات اسمه ريع اسمه عائد طيب حاجة تانية في بعض الناس يقولوا طب معاصل الربح ده سابت لا هو مش سابت هو محدد مسبقا لان انت لما مولت البنك مولت مشروعات البنك وكلها فالمشروعات بتربح وتخسر فإنه حاصل فعشان كده راح واخدين حاجة هي مش المتوسط ولكن ناتج دراسات الجدوى ودراسات المستقبلية ودراسات السوق مع المؤشرات الاكتوارية وخدوا وحددوا العائد دوات مسبقا دوات ليه عشان الانشطة دولة كتيرة وحصل التراضي ما بين الاتنين وإداع المال في البنك دوات لا يخالفه نصا مفيش نص بيقول إداع المال في البنك حرام مفيش ولا وهو بيحقق مصلحة لمتعقدين مصلحة لمودي على الأموال ومصلحة للبنك والحاجة التالتة بيحافظ على اتزان السوق وعليه يبقى مباشرة كده إداع المال في البنك حلال نعم